موسيقى مشاهدين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حالتنا نهاردة بعنوان أمراض العيون عند الأطفال الحقيقة الأطفال من الناس اللازم نهتم بهم جدا لأن كمان قوة التعبير عندهم ضعيفة وبسيطة جدا عشان كده ما يكون فيه أي عيب سواء فيه عيب خلقي أو أيضا عيب بعد الولادة عند الطفولة لازم ناخد بالنا جدا منه دايما نقول التشخيص المبكر العلاج المبكر بيقينة بشكل كبير جدا فيه العلاج بشكل سليم وأيضا تصحيح هذا بشكل رائع عشان ما يبقاش فيه مضعفات في المستقبل معي ومحضراتكم في هذا الموضوع دكتور مينا نصري استشاري طب وجراحة العيون والليزك زميل المجلس الاستشاري الدوني للعيون عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا دامبرا بعد الفاصل نبدأ حالتنا من دكتور مينا دكتور مينا نصري استشاري طب وجراحة العيون والليزك زميل المجلس الاستشاري الدولي للعيون وعضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا إدنبرغ عناوين العيادات عيادة الهرم 36 شارع خاتم المرسلين أعلى رسلان عيادة حضائق الأهرام 24 كاف البوابة الثانية خفرع تليفونات العيادات 012 11 766 064 أو 0155 564 064 أو 011 26 92 600 3 تيجي متنتظرش كتير الدكتور هنا بيبقى مضبط الموعيد بيجي في المركز بنقدر ندخل نعمل العملية وبعدها بيتم المتابعة معاه متاحة كمان عندنا عمليات الحاول للأطفال وإزاي نصلح الحاول سواء كان بعملية سواء كان بنضارة نقدر نحن نوصل بالطفل ده لبر الأمان وما يسيبش أي أثر في المستقبل قبل أي عملية بنقعد مع المريض بنشرح له تفاصيل العملية وإيه الإجراء اللي هيحصل في عينه وكمان بنقعد نشرح له إيه المتاح بالنسباله وإيه الأفضل بالنسباله وبنقوله كمان الأسعار أخبارها إيه وإحنا عندنا بنشتغل تقريبا بأسعار لكل الطبقات وكل الفئات عندنا الأوبشنز اللي بتختار لكل الفئات وكل الطبقات الاجتماعية مش معنى إن احنا بنشتغل كمان بأسعار ممكن تكون قليلة معنى كده إن احنا بنتنازل ولو لثانية واحدة عن أفضل جودة وأحسن حاجة ممكنة للمريض منتظرينكم في مركز دكتور مينا نصري تقدروا تشرفونا في أي وقت مشاهدين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حلقتنا النهاردة عن الرمض عن النظر مهم ما قوي نعرف نظرنا عنده مشاكل عند الأطفال وما إلى ذلك حالتنا النهاردة هو أمراض العيون عند الأطفال أهمية أمراض العيون من صغر السن عشان ما نكبرش ويحصل مضاعفات كبيرة ويبقى صعوبة عالية جدا أو خطورة كمان عالية على الأطفال إن احنا نقدر نعالجها دايما في السن الأصغر بيكون دايما البروجنوزز أو عايز أقول العلاج بيكون أفضل بشكل كبير معي ومحضراتكم ديف حالتنا النهاردة دكتور مينا نصري استشاري طب وجرحة العيون والليزك زميل المجلس الاستشاري الدولي للعيون وعضو كلية الكراحين الملكية بإنجلترا بإدامبرا أهلا بحيك بشرفني دكتور مينا أهلا بحيك يا فندم أظن وعايز أشكر الحياة حديك على اختيار نوان الموضوع النهاردة فكرة النظر أو الأمراض اللي ممكن تصيب العين عند الأطفال دي من الحاجات اللي عايزين نركز عليها بشكل كبير النهاردة عملاها حلقة خاصة ويمكن سمعنا عن مبادرات كتيرة من الدولة على فكرة نحن نكشف على الأطفال عند أولادتهم وكلام كبير جدا عن هذا الموضوع خليني أعرف نحاياك على فكرة الضعف العين بشكل عام عايز أعرف النهاردة إيه المشاكل بشكل عام المتعلقة بضعف العين عند الأطفال إحنا المشاكل اللي عند الأطفال بتبدأ من أول ساعة الولادة من ساعة الولادة بنبدأ المفهوض أن احنا نكشف على الطفل ده بيبقى اختبار يعني بسيط جدا يعني ممكن تعمله الممرضة أو دكتور نيسا نحن بنبص في العين بنشوف حاجة بنتأكد من حاجة اسمها ريد ريفليكس كويس بنشوف القرانية شكلها عامل إزاي بنطمن على العين حالتها بصفة عامة إن هي ما تبقاش العين ما تبقاش فيها ديء ما تبقاش فيها سقوط في الجفت ما يبقاش فيه انحراف في العين ما يبقاش فيه ميا بيضة دي حاجات سهلة جدا جدا دكتور الأطفال أو دكتور النيسا أو حتى الممرضة لو هي مدربة كويس على ده من أول يوم بتعرفه عند الأطفال الأطفال يعني المشاكل في السن الصغيرة حاجات يعني نقدر نقسمها لتلات أجزاء كبار يعني أو الشائع منها أول حاجة ضعف النظر والأطفال هنا بتحتاج أنها تلبس نظارة تاني حاجة الحاول وتالت حاجة انسداد القناة الدمعية في حاجة تانية أقل شيوعا زي مثلا ميا الزرق عند الأطفال أو مشاكل في الشبكية أو الأطفال اللي بيتولدوا وبيدخلوا حضانات بتحصل برضو مشاكل في عينيهم بسبب الفترة الطويلة في الحضانات أو كده تمام؟ لكن احنا هنتكلم عن الأكثر شيوعا دكتور مين من الحاجات اللي احنا الحقيقة النهاردة عايزين نتعرف عليها ما هيكون نوح عليها وسلم مشاهدين اللي بيشوفونا برضو مش كلهم عندهم خلفيات طبية مش كتير الناس بيركزوا في العلاجات الطبية من سن الولادة أو من أول ما الطفل يكون بيتولد أو بيجبر قدامهم بس في حاجات بسيطة ممكن واحد ياخد باله منها زي نعرف أن طفلنا ده نظر ومتأثر عنده ضعف نظر في حاجات مؤشرات بسيطة نقدر الأم أو الأب أو الناس اللي عايشين مع الطفل يتعرفوا عليها بشكل بسيط طبعا من أول يوم زي ما قلنا ممكن الدكتور الأطفال أو الممرضة بيفحصوا العين لو كويسة خلاص الدنيا كويسة بعد كده التطور في النظر عند الطفل بيتطور كل يوم من بعد ولدته يعني هو مش بيبقى شايف في الصورة من أول يوم لا النظر ممكن يقعد مثلا شهر أو 40 يوم عشان يوصل للماتيورتي أو يوصل للنظر بتاعه عشان كده الأطفال في الأول ما بيبقوش بياخدوا بالهم من باباهم ومامتهم بيبدأ بعد كده بيبدأ يتابع بيفولو الأوبجيكت زي ما بنقول أو بيتابع الحاجات اللي بتتحرك قديم بعد شوية بيبدأ يتعرف على بابا ومامتهم فبيعرفهم ده في السن الصغيرة خالص إنه هو بيبدأ ياخد باله من الناس اللي حواليه دي أول مؤشر لنا إن الطفل ده شايف كويس لو الطفل ده تأخر في ده بيبقى دي مؤشر إنه إحنا لازم نشوف هل فيه مشكلة ولا لأ في بعض الأطفال بيتأخروا فعليا في ده بدون أي مشكلة لكن ساعاتها لازم نكشف ونشوف هل فيه مشكلة ولا لأ ده في الشهور الأولى من الطفل يعني بعد كده الطفل أول ما بيكبر أكتر بيعد سنة أو سنتين بنشوف هو بيتفرج على التلفزيون إزاي أو بيشوف الحاجات القريبة منه إزاي هل مثلا لما بيجي تفرج على التلفزيون بيقرب منه ولا بيقعد عادي بعيد هل لما بيجي يمسك حاجة بيقربها جمد منه ولا لأ في بعض الأطفال يبدأ يحصل عندهم حاول في العين بسبب الضعف في النظر كل ده الأم بتقدر تاخد بالها منه كويس قوي عندنا المرحلة دي بسلام بعد كده بنبدأ نشوف المرحلة اللي بعدها الطفل ده لو دخل الحضانة أو دخل المدرسة بيبدأ ساعات المدرسة أو المسؤولين يعني أو اللي حواليه في المدرسة بيبدأوا ياخدوا بالهم إن هو بينقل الكلام غلط أو مش مركز في الدروس بتاعته بيبقى عايز يقعد قدام دايما إنه مش شايف كويس بيكسر ساعات على العينيه بيديع عينيه جامد كده بتبدأ المدرسة اللي موجودة تنبه الأم للمشاكل دي للأسف في المرحلة دي بعض الأمهات بتعتقد إن الولد بيتدلع هو مش بيتدلع هو مش شايف فعليا دي أشهر حاجات إزاي ممكن أعرف إن ابن نظره ضعيف لما أشوف الحاجات دي ساعتها لازم أكشف حتى لو هو الطفل بيشتكي شكوة بسيطة لأنه الوقاية خيوة من العلاج كل ما بكشف على الطفل بدلي بتجنب أي مشاكل تحصل بعد كده دايما الحقيقة أظن دي من الحاجات اللي ندائما نوع عليها في كل التخصصات التي توقتدين الحقيقة إن دايما الكشف المبكر التشخيص المبكر للمرض بسهل جدا عملية إن إحنا نقي نفسنا أو نقدر نعالج نفسنا بشكل جيد وصحيح عايز برضو أصل حقيقة في حتة بسيطة وإحنا دايما نكلم عن الأطفال لأن هما في صعوبة في التعبير مش زي الكبار يقدروا يحددوا بالزبط يقدروا يساعدوا الدكتور في تشخيص الحالة بتاعتهم بشكل دقيق لكن الأطفال دايما تعبيرهم أصعب أبسط مش عارفين إيه الصح عشان يقولوا إيه الغلطة اللي عندهم دلوقتي لأنهم ما شفوش الصح بالذات إنهم كبروا على الحاجة المش مزبوطة دي خليه برضو أعرف نحيك فيه أنواع لضعف النظر عند الأطفال طبعا هي أنواع ضعف النظر عند الأطفال وعند الكبار يعني هي أنواع ضعف النظر عندنا تلت أنواع كبار طيب إحنا قبل ما نتكلم عن الضعف هنرجع نقول هو إيه الطبيعي يعني إزاي الصورة بتوصل للشبكية بتاعة العين الصورة اللي قدامنا مثلا عندنا التفاحة اللي هي لونها أخطر جميلة دي التفاحة دي صورة 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 أيا كان الصورة اللي أنا شايفها شايف مثلا صورة التفاحة أي حاجة الصورة دي علشان أشوفها بيرفكت لازم الصورة توصل للشبكية اللي هي آخر نقطة في العين اللي هي ظهرة قدامنا بتعدي عن طريق القرنية بتاعة العين والعدسة بتاعة العين والقرنية والعدسة بيبدأوا يركزوا الصورة دي على الشبكية بتاعة العين إذا الصورة دي وصلت للشبكية الشبكية دي هتاخد الصورة وتنقلها للمخ إذن نجح السيستم بنسبة 100% المريض لو الشبكية كويسة والمخ كويس هيشوف بنسبة 6 على 6 والأمور كده منتصة تعرف على الجسم بحجمه وبشكله وبشكل صحيح كده أنا شايف 6 على 6 بدون أي أخطاء في السيستم طيب هنيجي بعد كده في حاجة اسمها أسر نظر الصورة التانية دي مثلا عندنا أسر النظر لو خدنا الصورة اللي على اليمين بنلاقي أن التفاحة دي أو الصورة زي ما قلنا بتتكون بتتجمع قدام الشبكية الصورة مش مش وصلة للشبكية حصل أس كأن العين أطول من الصورة اللي المفروض توصل لها فده اللي بنسميه أسر نظر طيب المريض علشان يشوف كويس يعمل إيه لو هو عنده أسر نظر يقرب يقرب أكتر بالزبط كده الصورة قصيره أنا مش شايف كويس عشان أجيب الصورة على الشبكية أقدم شوية لقدام عشان أجيب الصورة على إيه على الشبكية على الشبكية مضبوط فيحصل بقى ده اللي هو اسمه إيه أسر النظر العلاج بتاعه على طول نحن نلبس النظارة لو إحنا شوفنا الصورة التانية دي على طول بنلاقي إنه إنه هو لما بيلبس النظارة النظارة دي أول ما بيلبسها الطفل بتوصل أو أي حد يعني بتوصل الصورة للشبكية إذن كده أنا صلحت العيب اللي في السيستم ده تمام ده أسر النظر النوع اللي بعد كده فيه حاجة اسمها طول النظر في طول النظر النظر بيحصل العكس زي ما إحنا شايفين مثلا التفاحة دي بتتجمع أو بتتكون خلف الشبكية وراء الشبكية فهو عنده طول نظر الحاجة بتتجمع وراء الشبكية فالمريض علشان يشوف تلاقيه يحب يبعد يبعد كده ودي بنلاحظها كمان أكتر في الناس الكبار بعد سن الاربعين بيجي يقول لي أنا ما بعرفش أقرى الموبايل ده أنا حب أبعد الحاجة كده عشان يشوفها كويس هو لما بيبعد كده كأنه بيجيب الصورة على الشبكية فيبدأ يشوف كويس الأطفال هنا يمكن ما بيشتكوش قوي من النقطة دي لأن يعنيهم بتقدر تعود ده بس بيبقى له تمن أنه هو تلاقي الطفل بقى بيشتكي لو عنده طول نظر أنه هو بيصدع أنه هو بيحوال أنه هو لما يجي يكتب يلاقي السطور داخلة في بعض الكلام داخل في بعض لكن هو بيبقى شايف من بعيد هو شايف التلفزيون كويس لكن مشكلته لما يجي يقر فتلاقيه مثلا ما يحبش المذاكرة هو مش فاهم فيه إيه هو إحنا متخيلين أنه هو بيحبش المذاكرة علشان هو مش عايز هو ما بيحبش لأنه عينه بتبزن مجهود زيادة يبقى في الحالتين في قصور يعني الناس كتير يقولك آه طب ما أنا أقصر نظر أفضل من طول النظر أو العكس أنا بتالي بتعتمد زي ما حاك قلت كده على شكل التفاعل أو أنا يومي عامل إزاي هل أنا بكتب كتير هل أنا بشوف حاجات عن بعد هل شغلي بيتطلب ده أكتر ده أكتر عشان كده ممكن يكون أفضل ليا عادة أن أصلح القصور حسب برضو مجال عملي ومجال اليوم بتاعي بيشتغل إزاي الزبط طبعا وإحنا طول الوقت بنحتاج البعيد والقرأي صحيح وزي ما برضو نفس النقطة إحنا بنلبس النضارة بنجيب التفاحة اللي وقرأت الشبكية دي بنحطها عند الشبكة بنجيب الصورة في المكان الصح فبالتالي صلحنا السيستم السيستم شغال 100% عظيم النوع التالت من أنواع دعا في النظر هو الأستيجماتيزم ودايما الأباء والأمهات يسألوني يعني إيه أستيجماتيزم ببساطة هو ملوش اسم عربي أو ملوش تسمية عربي يعني هو ترجمته قال لها نقطية غير محدودة بس يعني دي ترجمة لا تسمي درجة أو مزجوط هو اسمه أستيجماتيزم والناس كلها حفظة كده أستيجماتيزم ببساطة زي ما قلنا طول النظر الصورة فيه بتتكون خلف الشبكية أو أسر النظر بتتكون قدام الشبكية في طول النظر بيحصل تداخل في الصورة فيحصل أن الصورة بتوصل للشبكية لكن بتوصل معكوسة أو مزغللة الصورة بتوصل مش في البلين بتاعها يعني الصورة مفروض توصل اللي فوق فوق واللي تحت تحت بتوصل معكوسة هنا الانكسار نفسها بالزبط كده في عيب في الانكسار فبتوصل ممكن توصل للشبكية لكن بتوصل مزغللة ساعات برضو حتى بيبقى فيه حاجة بنسميها مايوبك أستيجماتيزم اللي هو إيه عنده أسر نظر وعنده كمان أستيجماتيزم حاجات مع بعض فالصورة بتوصل ما بتوصلش للشبكية وحتى وهي مش وصل للشبكية كمان مزغللة انكسارها مش مزبوط فبالتالي ده النوع التالت من أنواع ضعف المصر وبرضو نفس الفكرة احنا أول ما بنلبس النظارة بنصلح السيستم ده تماما وبالتالي بنخلي الصورة توصل للشبكية وبتبقى الأمور والسيستم شغال بالنسبة 100% كويس جدا فكرة التزامن زي ما حيك قلت الاستيجماتيزم مع الأسر أو طول النظر دي بنشوفها كتير أو يا دكتور ولا مش شرط أو يعني بشكل أكبر عايزة أقول أنهي أكتر الشاع أكتر أن يبقى فيه طول أو أسر نظر كل حاجة على حدة ولا التزامن أيضا مع الاستيجماتيزم إحنا إذا صنفناهم الأكثر شيوعا فالأقل هو أكثر شيوعا حاجة أكثر حاجة موجودة هي قصر النظر وخاصة في عصرنا الحالي كمان مع استخدام الموبايلات فترة طويلة والموبايلات أصلا بتسرع أسر النظر ده يعني استخدام الموبايل فترة طويلة بيخلي أسر النظر ده بدل ما كان هيحصل بنسبة النسبة دي هتتضاعف يحصل أبدر بالزبت كده طبعا هنلاقي حتى في في بحث كانت عمل بنلاقي مثلا الناس اللي هم بيستخدموا الكمبيوتر فترات طويلة خاصة مثلا اليابانيين والصينيين والناس دول لقينا أنه عندهم أسر نظر أكتر وبيحتاجوا نظرات أكتر بسبب استخدام الموبايلات فأقم واحد طبعا هو أسر نظر هو الأكثر شيوعا والأسهل في التشخيص لأنه هو المريض بيجي على طول بيبص على حاجة بعيدة مش شايف فبيحس إن في حاجة غلط فبيكشف تاني حاجة طبعا هو الأستجماتيزم أستجماتيزم لو كان درجته بسيطة بعض الأطفال بيلاقولوا حل إنه هو يزرج على العين يضغط على العين كده يزبط الزوايا بتاعت السورة بس طبعا ده مشكلة الزرج على العين ده مش حاجة مستحبة ومش حاجة نحب إنه نشوفها تمام الأستجماتيزم برضو من الحاجات الشائعة جدا ونقدر نقول إنه هو رقم اثنين رقم ثلاثة هو طول النظر برضو أفهم الحقيقة على قصة بمحلم نكلم على الأطفال دايما برضو نجيب عمل الوراثة هل العلم الوراثة ليه درجة من درجات الأهمية عند الأطفال إن يحسن عندهم بعض مشاكل العين أو ضعف النظر بشكل خاص في جزء كبير الوراثة بيبقى ليها دور يعني ليها دور هو مش شرط يعني مش علشان أنا لابس نظارة فأكيد ولادي هيلبسوا نظارة ومش علشان أنا نظري ضعيف يبقى ولادي هيبقى نظرهم ضعيف لكن بنلاحظ إنه في ناس كتير من الأطفال بيبقى أباهم وأمقاتهم لابسين نظارة لكن في بعض الأمراض عند الأطفال مرتبط ارتباط وثيق بالوراثة زي مثلا الميا الزرق لازم نتابع ده كويس لو الأب أو الأم حد فيهم عنده ميا زرق لازم الأطفال يتابعوا كويس قوي عشان نتجنب ده بعض الميا البيضة ساعات بتيجي بشكل وراثي فلازم برضو ناخد بالنا من ده في بعض المشاكل في الشبكية خاصة في الشبكية في حاجة مشهورة جدا بنسميها العاش اللايلي أو الارتنايتس بجمونتوز أو اللي هو الالتهاب الشبكي التلووني ده مثلا بيبقى بنسبة كبيرة في جزء منه وراثي فطبعا لو الأب والأم عندهم أي مشاكل وراثية في العين مهم جدا 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 أن أطفالهم يتابعوا علشان مش أكيد عندهم بس لازم نستبعد وجود الحاجات دي عندهم بشكرك وبشكرك حتى نحاك ذكرت برضو بعض الأمراض المهمة لو حد عنده أكيد الناس اللي مرد بيتجارب قاسية سواء الميا الزرقى أو بعض الأمراض الأخرى حاك ذكرتها برضو يكونوا بيتابعوا مع أطفالهم ده الحياة لسه عندنا سئلة كتير وأهمها يمكن بعد الفاصل أرجع مع حضرتك على فكرة إصلاح ضعف النظر أو العين أو المشاكل البصرية اللي ممكن تحصل عند الأطفال عايزين نتكلم عنها أكتر عندنا أيضا مواضيع كتير هنشعف حلقة النهاردة زي الحاول عند الأطفال وأيضا نسداد القناة الدمعية خليكم معنا فاصل قصير نرجع نكمل كلامنا مع دكتور مينا مشاهدين أهلا بكم رجعناك مرة تاني يوم كمين حلقتنا الحقيقة الحلقة مهمة جدا عن أمراض العين عند الأطفال النهاردة ابتدينا حلقتنا بشكل مكسف على فكرة ضعف النظر إمتى الطفل ممكن فعلا يكون بيعاني من ضعف النظر وهل في مشاكل وراسية أو أمراض ممكن تنتج عن الوراثة ناحية الوراثية ولا لا يمكن ضعف النظر مش بشكل مباشر زي ما تعرفنا النهاردة في حلقتنا لكن في أمراض تانية مرتبطة ارتباط مهم ومباشر مع المشاكل الوراثية أو العامل الوراثية الحقيقة حلقتنا يستم كمليم فيها فقرات أو يمكن عنوين كبيرة ومهمة عن مشاكل اللي ممكن تحصل عند الأطفال خليني أرحب بضيف حلقت النهاردة اللي مشرفني دكتور مينا نصري استشاري طب وجراحة العيون والليزك زميلة المجلس الاستشاري الدولي للعيون وعضو كلها الجراحين الملكية بإنجلترا بأدامبرا أهلا بحقك مرة تانية برحب ليه دكتور مينا مشرفني فندم جدا في موضوع في غاية الأهمية عن مشاكل أو أمراض العيون عند الأطفال دكتور مينا يمكن اتكلمنا بشكل موسع جدا عن فكرة ضعف العين عند الأطفال إزاي ندرك ده إزاي الأمهات ياخدوا بالهم من الحاجات البسيطة اللي ممكن أو التفاعلات تحت الأطفال عند النظر لأشياء أو لأيضا بعض الأجسام أو التلفزيون أو ما إلى ذلك أو أيضا الناس المحيطين بيهم عشان ناخد بالنا ونكشف وناخد فعلا الموضوع بشكل جدي ونقدر نعالجه كمان بشكل سريع خليني برضو أروح مع حقيقة على فكرة الإصلاح إزاي من نصلح ده حاجة ذكرت في وسط الكلام النظارة طبعا من الحاجات اللي ماعتمد عليها بشكل كبير إيه الحاجات التانية اللي بنركز عليها أو أيضا الطب الحديث في تطور كبير جدا في هذا العلم وهذا المجال هو أول حاجة طبعا إحنا لما ناخد بالنا من الأعراض اللي احنا تكلمنا عليها لازم أن احنا نكشف طيب إذا الطفل ما عندوش أي أعراض خالص كده أنا هو سليم 100% وماكشفش عليه لا حقيقة أن الأكاديمية الأمريكية للعيون بتوصي أن أي طفل عندو مشكلة أو ما عندوش مشكلة بيشتكي أو ما بيشتكيش عند سن ثلاث سنين لازم يعمل زيارة الدكتور العيون ليه بقى لأنه في مشكلة عندنا أنه ممكن تبقى عين كويسة جدا شايفة 6 على 6 وعين ضعيفة العين الضعيفة دي ممكن تدخل في حاجة اسمها كسل للعين الطفل عمره ما هيشتكي ليه؟ لأنه هو شايف بالعين تانية 6 على 6 شايف بالعين تانية مع وضع مع وضع ترميمة مع وضع ترميمة فهو طفل مش بيشتكي مع الوقت بيلاقي إيه إنه هو بدأ يحصل حاول ممكن ما يحصلش بنلاقي بنفاجأ بعد سن مثلا 17-18 سنة إنه خلاص بيكشف كده لأي سبب إنه العين دي هو مش بيشوف بيها كويس وللأسف الوقت بيبقى تأخر على علاجها لو إحنا اكتشفنا الموضوع عند سن 3 سنين أربع سنين علاجها سهل جدا إنه يلبس النظارة ممكن نغطي العين السليمة عشان ننشط العين الضعيفة ممكن نشوف سبب الضعف في العين دي هل عنده مشكلة في القرنية عنده ميا بيضة عنده ميا زرقة هل عنده مشكلة منعة إنه هو يشوف كويس أو هو عنده بس ضعف في النظار بسيط جدا مجرد ما يلبس النظارة هيبقى كويس جدا ده أول حاجة فالطفل لو طبيعي تماما عند سن 3 سنين لازم يكشف ودي أهم رسالة أنا بحب أأكد عليها في كل اللقاءات بتاعتي ده رقم واحد رقم اتنين طبعا هو في السن ده ضعف النظار يساوي نظاره ضعف النظار في الأطفال يساوي نظاره لحد سن 18 سنة نظار فيه ناس بتقول لي طب ما هو مالوش لازك أنا أعرف إن فيه أطفال عملوا لازك لا مفيش وممنوع وممنوع تماما WHO منظمة صحة العالمية قدت موافقة لعمليات اللازك بين سن 18 سنة مش أقل من كده تمام يبقى الحل الوحيد في السن ده إنه يلبس النظار أو لنس أو مشابه يعني برضو اللي هي الحاجات اللي مش هنصلح بيها العين بشكل يعني مواشر مش جراحة لكن ممكن لنس أو نظارة بالزبط كده بالزبط مهم جدا جدا المعلومة دي لأنه أنا بشوف الأسف لأنه كمان مش بس كده هو النظر فعليا مش بيثبت قبل سن 18 سنة فحتى لو أنا عملت له عملية اللي هي ممكن تدرجه لو النظر تصلح هيرجع يلبس نظارتين طبعا إحنا ما عملناش حاجة فهي يعني ضعف النظر في الأطفال يساوي نظاره صحيح إحنا شرحنا بالفيديوهات الصور إيه دور النظارة إن السيستم فيه مشكلة أنا بلبس النظارة بصلح السيستم ده بوصل الصورة للشبكية طول ما أنا مش بلبس النظارة الصورة مش هتوصل طبعا يجي لي مثلا أبي يقول لي أنا خايفه يتعود عليها هو أحنا عايزين ويتعود عليها ده يريت إن هو يتعود عليها علشان الصورة توصل للشبكية فيبقى السيستم شغال 100% يوصل لحد سن 18 19 سنة السيستم سليم 100% نعمل له عملية ونرجع له نظر 6 على 6 من غير نظارة بس حفظنا على السيستم سليم 100% خليني برضو أسل السؤال بشكل تاني هل بقى لو ملبستش النظارة ممكن الموضوعية تضهور ويسوء ولا لا أمش هيسوء خلاص بديم حصل اللي حصل لدكتور مينا احنا مجرد بنحاول نصلح ما قد تم اتلافه بالعكس احنا لو ملبستش النظارة هيحصل تضهور طبعا ويحصل كسل في خلايا معينة في المخ بتتكون كل ما العين بتشوف كويس بتنقل الصورة للمخ وطول ما المخ في السن الصغيرة اللي هو بيكبر ويانم وبيشوف الصورة كويس بيكون خلايا ومعلومات بتبقى قيمة جدا جدا لو احنا ملبسناش النظارة احنا ما بنوصلش المعلومات دي للمخ فتبدأ الخلايا دي ما تتكونش فيبدأ يحصل كسل يعني زي بحاجة هو بالعكس فعلا يعني لو شفنا الصورة مزبوطة ممكن فعلا الخلايا تطور نفسها والنظر يتصلح احنا مهم ان السيستم يبقى شغال بنظارة احنا بنساعده بنظارة هو النظر مهم ان المريض يبقى شايف 6 على 6 او شايف الصورة كويسة جدا سواء بنظارة او من غير نظارة النظارة دي حلها سهل حلها سهل جدا لما الطفل ده يكبر هنقدر نحنا نخلصه منها لكن ما ينفعش في السن الصغير اي حاجة نعمل انا عايز احافظ على السيستم بيرفكت بالنظارة شغال بشكل مزبوط وصحيح عشان بعدك نشوف هنعمل ايه بالزرق وبعدك نشوف الخطوة القادمة هتكون ايه بالزرق بشكرك جدا طبعا فكرة ضعف النظر عند الاطفال والتدهور اللي ممكن يحصل ده مهم جدا نحن نكون مدركين ومركزين فيه عشان اطفالنا مفعلا ما يعوش فيه مشكلة التدهور اللي ممكن بعدكده ممكن حلا هيكون صعب او مستحيل في بعض الوقات خلينا برضو روح لموضوع تاني يا دكتور وهو فكرة الحاول يمكن حيك برضو ذكرت في النص ان بعد كسل العين بيؤدي الى وجود حاجة زي الحاول ايه هو الحاول ناس كتير الحياة مش فاهمين معنى الحاول هل الحاول هو ان العينتين يبعدوا عن بعض ولا ان عين واحدة تروح في ناحية مختلفة فهمنا كده ايه هو تعريف الحاول الطبي العلمي تمام العين بتتحرك في كل الاتجاهات فوق وتحت وشمال ويمين عن طريق عضلات العين عضلات العين دي ربنا خلق لها ميزان لخلي العينين الاتنين يتحركوا مع بعض في نفس الاتجاه الحاول ببساطة هو اختلال في الميزان ده الميزان ده ما بقاش مظبوط العضلات دي فيه مشكلة في واحدة منهم بتخلي العين بتنحرف او بتحوال فيبدأ يحصل انحراف في العين تعريف الحاول هو انحراف في العين تمام طيب الحاول فيه انواع كتير منه يمكن اول نوع بنسميه الحاول الكاذب او انه انا اشوف الطفل كده ايه ده ده الولد عنده حاول بس انا اشوف في العيادة اقول ما عندهوش حاول ودي شائعة جدا بعض الاطفال بيتولدوا بيبقى عندهم الانف كبيرة شوية فبتغطي على البيض بتاع العين اللي ناحية جوه والبيض بتاع العين اللي بره بيبقى كبير فبيدي انطباع للي بيشوف الطفل ده انه ايه ده ده الولد عينيه بتاعه ده بنسميه الحاول الكاذب ده مش حاول خادع هو بيدي انطباع بيخلق انطباع ده كل ما الطفل بيكبر طبعا عينيه بتكبر فما بيبقاش فيه مشكلة تاني نوع في الحاول هو الحاول الوحشي الحاول الوحشي ده زي ما احنا مثلا شايفين في الصورة بنلاقي ان العين بتخرج لبارجة العين بتخرج لبارجة كده هربت من المصار بتاعها او الميزان اللي حاولت هنة بالزبط كده يعني الحاول الوحشي بنلاقي العين خارجت لبارجة تمام ده اشهر نوع من انواع الحاول وبيجي في الكبار وفي الصغيرين سواء دايما بيبقى في الصغيرين اكتر يعني مثلا بنلاقي مثلا في الحالة دي ان الحاول ده مثلا حصل بسبب كسل العين انا فاكر كمان الحالة دي كويس انه حصل بسبب كسل في العين انه مفروض كان يلبس نظار وما لبسش نظار فحصل حاول لو كان لبس نظار كان بنسبة كبيرة مش هتحصل المشكلات دي تمام ده الحاول الوحشي برضو دي برضو صورة للحاول الوحشي لانه هو كمان اشهر نوع من انواع الحاول ان العين بتخرج لبارج فيه بعد كده النوع التاني بنلاقي اسم تخرج لبارة يا دكتور يعني مبقاش هنا الحاول انه مثلا راح ناحية الاذن اه ناحية الانفة وما الى ذلك راح ناحية الداخل ومش الخارج بالزبط ده النوع التاني النوع اللي بعد كده بقى ده بنسميه الحاول الانسي او الحاول الداخلي بنلاقي فيه العين دخلت لجوبة زي الصورة اللي احنا شايفين هدي بنلاقي العين راحة ناحية الانفة ده بنسميه الحاول الأنسي فيه كمان حاول العين بتطلع فيه الفوق أو بتنزل لتاحت بس هو أشهر نوعين يمكن اللي احنا دايما بنشوفهم الحاول الخارجي أو الوحشي أو الحاول الأنسي وفكرة العينتين إنه يحصل فيهم حاول دي مثلا صعبة شوية دكتور أنا شايف يمكن موظلة الحاليات اللي شفنا الصور بتاعتها هي عين واحدة اللي اتحركت أو فقدت التوازن اللي قلنا عليه لكن الناحية التانية من العين كانت متوازنة بشكل كبير ولو ممكن الاتنين يحصل فيهم ده هو في الغالب بيحصل في الاتنين حاول بس دايما فيه عين بتبقى مركزة ما ينفعش يبقى الاتنين بصين بعيد أو بصين في اتجاه مختلف لا دايما عندنا عين فكسيتينج عين بتبص والعين التانية محوال وبعد شوية ممكن يبدله ممكن العين مثلا اليمين اللي كان فيها حاول تبقى هي اللي بصة والعين التانية بتحول ويحصل بعد شوية العكس عين الشمال هي اللي بصة والعين اليمين هي اللي يحصل فيها حاول في معظم الحالات في معظم الحالات الحاول بيبقى متبادل وده علاجه بيبقى أسهل لأنه العينين زي بعض هم مفيش عين أحسن من عين عكس مثلا أنه يبقى فيه حاول في عين واحدة ده معنى كده أن العين دي ضعيفة اللي هيخلي العين واحدة بس تحول أن العين دي ضعيفة أسباب وإيه دكتورين برضو من الحاجات اللي حيكولتها لنا مثلا كسل العين بس الأطفال لسه ما حصلش الكسل ده لسه ما كبروش بعدم الرؤية الصحيحة أو أن هم يهملوها وما لبسوش نضارة أو كده ده يمكن طفل لسه ما عدش بالمراحل دي هل فيه أسباب ممكن تحصل عند الأطفال في الحاول بشكل خاص؟ طبعا أول حاجة ممكن الحاول ييجي الواحده بدون أسباب وده شائع جدا غير سبب خالص من غير سبب خالص هو مولود ورسيا أو خلقيا طبيعة عيني أنه بعد سن سنة أو سنتين ممكن قبل كده كمان يحصل حاول لكن فيه دايما أسباب وده اللي ده احنا دايما بندور على السبب عشان نعالجه لأن احنا لو عالجنا السبب الحاول هيتصلح من نفسه طبعا أول حاجة أنه يبقى فيه عين ضعيفة جدا في النظر يعني مثلا عين مقاسات أن الضارة بتاعتها مثلا زيرو والعين الثانية ماينس عشر ده ضعف الضعف ده لو بعد شوية اتطور لكسل الكسل مش لازم يبقى في الكوبار في السن الكسل ممكن يحصل في خلال سنة الطفل لو سنه سنتين تلاتة وعنده ضعف في عين ممكن عينه يحصل كسل في السن ده فاحنا عايزين نلحقه في السن ده عشان ما يوصلش المرحلة أنه يحصل كسل احنا هدفنا نمنع الكسل مش نحنا نعالجه طب خطورة الحاول عند الأطفال يعني هل ده مثلا ممكن فعلا يؤدي الحاجات أخطر من كده يا دكتور مينة برضو عايزين نفهم لما يكون حد عنده فعلا مرض احنا بنشوفه مرض بسيط يعني أقومات كتير ممكن فعلا يهملوا ده ايه خطورة الحاول عند الأطفال طيب احنا لازم نفهم العينين اللي اتنين بيشتغلوا مع بعض ازاي احنا كلنا بنشوف حاجة اسمها رؤية سلسية الأبعاد يمكن الناس كتير جربت انها تتفرج في السينما على فيلم اللي هو بيلبس النظارة وبنشوف 3D هو احنا في العادي رؤيتنا العادية كلها 3D او اللي هي سلسية الأبعاد اه وده بيخلي العينين دايما في النص او مفيش حاول ده بيحافظ على العينين كده وبيخلينا نشوف رؤية سلسية الأبعاد للأسف الحاول ده لو اهمل غير اول حاجة ان هو بيقصر على شكل الطفل وعلى نفسيته طبعا والأسف طبعا بيحصل تنمر وخش طبعا في مشاكل نفسيك جيد بزبط كده دي حاجة الحاجة التانية انه احنا بنفقد رؤية سلسية الأبعاد دي فاحنا بنبقى عايزين نحافظ عليها على قد ما نقدر مش ممكن ما نقدرش 100% لكن نحافظه على جزء من جؤية سلسية الأبعاد دي خلنا نتكلم عن العلاجات لان ده برضو جزء مهم جدا في حلقتنا النهاردة نحن نتعرف على علاج المضمون ده او المشكلة اللي ممكن تحصل عند الاطفال زي الحاول الناس كتير بتخاف من العلاجات الناس كتير ما بتروحش تكشف عشان بيخافوا من المرحلة دي يا دكتور مينا عايزين فمحيك ايه العلاجات المطروحة في طب الحديث وايضا ان كان في عمليات او ما الى ذلك والعملات دي مدى صعوبتها ومدى دقتها ايه طيب اول حاجة في علاج الحاول نعرف سببه احنا قولنا ممكن يبقى فيه حاول بسبب ضعفة في النظر ده يساوي ايه ندار صحيح تاني حاجة ممكن يحصل حاول بسبب ان فيه لقدر الله بصلاح مياه بيضة فيه مياه زرق فيه مشكلة في الشبكية كل الحاجات دي لازم الاول نعلجها طيب اذا كان مفيش اي سبب من الاسباب دي خاصة الحاول الانسي اشهر نوع بيجي فيه اللي بيحتاج يلبس نظارة مجرد ما الطفل بيلبس نظارة الحاول بيتصلح تماما تمام عظيم ده علاجة علاج سهل وبسيط بالزبط كده وشائع جدا يعني من اشهر الانواع الانسي قلنا اللي هو العين دخلها لجوه ناحية الانف بالزبط كده ممكن برضو الوحش اللي يكون محتاج نظارة لكن هو اللي بيتصلح بالنظارة في الغالب هو الحاول الانسي تاني حاجة العملية عملية الحاول عملية الحاول عملية بسيطة يعني الصورة مثلا دي دي تاني يوم تاني يوم العملية طبعا فوق واضح الحاول الوحشي بالزبط كده المريض بيبقى داخل انا بس كنت عايز اجيب بالصورة دي لسبب ان المريض اللي بيعمل عملية الحاول مش بيستغنى عن النظار احنا بنصلح الضعف اللي في العضلات لكن برضو بيفضل الطفل يلبس نظار تمام فدي مثلا صورة الحاول الوحشي قبل العملية وبعد العملية ده برضو صورة من صورة الحاول الوحشي قبل العملية وبعد العملية ده تاني يوم طبعا الحمرار ده كله هيزول كل الحمرار ده بيزول انا بس حبيت بحب اصور الصورة تاني يوم عشان اقول للابا والامهات انه الموضوع بسيط تطور كبير اللي حصل الشكل حتى ومن تاني يوم دي بالذات الصورة دي واضحة جدا زاوية الحاول هنا كتت كبيرة كتت اكتر من 90 بريزم او يعني 45 درجة تساوي 90 بريزم وتصلحت الصورة بعدها مثلا بحوالي خمس ديام طبعا فرق كبير في نفسية الطفل وفي شكله وفي رؤيته وفي كل حاجة صحيح تمام وانا عن الناس حتى اكبر حتى في السن حتى اكتبار في السن طبعا يمكن كان عنده حاول هو صغير او الموضوع تطور زي ما حاك قلت كساء العين وادى لحاول بالزبط هنا مثلا الطفل ده في حاول انسي مجرد ما عملنا العملية الدنيا تصلحت تماما جدا وانا مش هنزر الطفل ده لانه جايلي في العادة بعد كده جاب لي علبة شوكولاتة كان مبسوط جدا طبعا الطفل بيتغير تماما بيبقى سعيد جدا جدا الانسب في العمليات سن صغير ولا الكبير يا دكتور ميلي هايل انا ده اهم سؤال عايز اجاوب عليه الانسب هو اللي يقرره الطبيب مش اللي بيقرره صحابي وجراني ده انه فيه ناس كتيب تقول له ما تعمل لهوش الحاول دلوقت تصله هيرجع تاني في خليب المرة لما يجب لأ احنا قلنا ان احنا عايزين نحافظ على جؤية سلاسية الابعاد طول ما المخ مسيطر على الحاول يعني ايه مسيطر على الحاول يعني الطفل بيحول وقت قليل لانه ساعات الحاول بيبقى منتقطع معظم الوقت كويس وبيحول حاجة بسيطة لما يجيلي اقول له ما تعملش عملية دلوقتي نتابع لكن لو المخ فقد السيطرة دي انا لازم اجري ارجحه فاقول له لا نعمل العملية دلوقتي فتوقيت العملية بيختلف حسب النوع وحسب السن وحسب ما يقرره الطبيب قلتك نعمل دلوقتي يبقى نعمل دلوقتي نستنى شوية يبقى نستنى شوية مشكورة جدا مهم جدا الحقيقة قلت دايك ناس كتير بتحب تبقى مقررة او عارفهم عايزين يروحوا ويوحوا يملو على الدكتور ودي حاجة الحقيقة مهمة وانحنا نتعود عليها في الثقافة بتاعتنا ان فعلا الطبيب هو اللي بيحدد هو اللي بيفهم الحالة يقدر يشخصها بشكل جيد ويقدر كمان يفصل العلاج المناسب لكل شخص على عينه لكن ما يبقاش شخص هو اللي رايح بيقول أنا عايز عمل ايه عند الدكتور أنا بس عايز اضيف نقطة في ده انه التأخير في عملية الحاول الطفل العين لو هي في عين فيها حاول بشكل مستمر هتدخل في كسل هي كمان في كسل ده بيخلي العملية لما بيكبك بقى بيخلي العملية نسبة نجاحها اقل طب ليه كالعادة يعني دي حاجة الحياة برضو مستقافة بتاعتنا دايما بنحاول نصلحها في حلقاتنا في برنامجنا صحيحة دكتور مينا بشكرك جدا الحياة النهاردة حلقة مميزة جدا وكلام عن الأطفال وبعض القصور اللي ممكن تحصل بشكل كمان يعني خاص جدا في أمراض العيون موضحة كتيرة يمكن حتى للقناة الدمعية وأكيد هنتناولها في حلقات أخرى حاجات كتيرة جدا ممكن نتكلم عنها لكن النهاردة ركزنا على ضعف العين وأيضا الحاول أمراض العيون عند الأطفال بشكركم جدا لحسن متابعتكم لكن أحب أشكر دي في حلقة النهاردة دكتور مينا ناصر الاستشاري طب وجرحة العيون والليزك زميل المجلس الاستشاري الدولي للعيون عضو قليل الجراحية الملكية بإنجلترا بأدامرة بشكر حيك مرة تانية شرفتنا يا دكتور مينا جدا النهاردة في حلقة خاص مشاهدين خلصت حلقتنا نشكركم جدا لحسن متابعتكم مشاهدتكم لحلقة النهاردة ونشوفكم في موضوع طبي مفيد مع برنامجكم صحتك اشتركوا في القناة موسيقى شكرا اشتركوا في القناة